وكابت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بحلولها الذكية وخدماتها الرقمية الجهود التي تبدلها حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج هذا العام من خلال تجهيز صالات الحجاج في المطارات إلى جانب تنفيذ العديد من خدمات الصيانة اللقائية وفحص وتشغيل أجهزة ودوائر الاتصالات وعملت سدايا على تنفيذ أكثر من سبعمائة أو من أربعمائة وسبعين خدمة صيانة وقائية وفحص وتشغيل أكثر من سبعين دائرة اتصال فيما رفعت سرعة أكثر من خمسين دائرة اتصال للمواقع الأمنية كما قامت بتركيب وتشغيل أكثر من ستين جهازا في مواقع الفرز التابعة لمراكز الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة وأكثر من أربعة عشر جهازا في كل من البهيتة والهدى بالطائف بالإضافة لذلك تم تشغيل دوائر الاتصال المرئي في مكاتب قيادات الحج العليا